موسيقى بزيارتنا اليوم على الكلينك رح يستقبلنا الدكتور جورج خياط رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية أهلا وسهلا فيك دكتور خياط شرفنا بستجويتنا موضوعنا اليوم موضوع كتير مهم لأنه بعانوا منه بين 15% من الأشخاص ما فوق الأربعين سنة هو الـ COPD أو الانسداد الرئوي المدمن الأرقام مخيفة خاصة الإحصاءات الجديدة العالمية حول هالموضوع نحن شو وضعنا بلبنان بالنسبة لها المرض دكتور هو الإحصاءات هوا دي إحصاءات بلبنان وبمنطقة الشراء الأوسط هل هي طلعت يعني مشابهة للإحصاءات العالمية بلبنان بشكل خاص نحن بحدود العشرة بالمية يعني بالبلاد المضموط مرتفع نسبة عنها ومعروف ليش أكيد معروف ليش هي العلاقة بالدخان بشكل أساسي 90% من هالحالات سبب التدخين 90% من الإنسداد الرئوي المزمن سببوا الدخان والدخان بشكل عام يعني مش بس السيجارة الأرقيلة كمان وكل أنواع الدخان بدنا نبدأ مع شرح للمشاهدين اللي ما بيعرفوا شو يعني إنسداد رئوي مزمن؟ إنسداد رئوي مزمن كنية عن مرض مثل ما اسمه بيدل يعني بيصير فيه إنسداد بالأصابات الهوائية هالإنسداد بيكون ناتج عن زيادة بالإفرازات اللي بتصير عادة بالجهاز التنفسي هالإفرازات اللي بتزيد من وراء التهيج اللي بيصير من وراء الدخان لما بتزيد الإفرازات بتصد هالأصابات الهوائية وتانيا بتسبب نوع التهاب يعني التهاب بشكل عام مش إنه من وراء جرسومي هالالتهاب بيسبب مثل تورم بالرشاء التنفسي وهالتورم بيصد كمان الأصابات الهوائية يعني بيصير؟ تدخم تدخم يعني هالمجرى بيصير فيه بلغم أكتر من العادي والرشاء تابعه سمكان بيصد المجرى دونك القصابة بتصير مسدودة ولما بتنسد القصابة بيصير فيه ديئة نفس بكل بساطة ببطل الشخص يقدر يتنفس بشكل طبيعي مضبوط خلينا نحكي عن العوارد شو هي العوارد اللي بترافق هالحالي؟ يعني العوارد متل ما واحد بيفهمها من وراء المرض لما بيصير فيه زيادة بالإفرازات أكيد فيه ديئة بالتنفس بس فيه كمان سعال وفيه بلغم يعني الشخص اللي عنده زيادة بالإفرازات بمجرى الهواء بيصير يعوز يتف يطلع هالإفرازات تينضف الروية وهن بالدرج بيقولوا الناس بيدخنوا نص الصبح بيقوا وبينطفوا بيعزلوا الأصابات الهوائية تابعهم وهذا دليل أولي أول دليل لتأثير الدخانة على الأصابة الهوائية وجود هالبلغم اللي هو بيجي الصباح مع تطور هالحالي أكيد مظهوط هلأ بتطور بعدين بس نحن بهمنا العالم تعرف أن وجود بلغم عن شخص بدخل يميل للعوارض الأولية ولكن العوارض لهالحالي بتطور ببطئ دكتور لذلك معظم الناس عندهم إنسي دي درقوي ما بيعارفون أولا لأنه بتطور ببطئ يعني وكمان العوارض تشبه عدة أمراض أخرى بيضيعوا هن بسيروا يفكروا بالربو بشكل أو حاسسية أو شي مظبوط حاسسية وربو بس النقطة الثانية اللي مهمة كمان إنه المريض بيرفض مرضه لأنه هو بيكون عارف شوائي خاصة أنه زكين مدخن عارف أنه هو عم بسبب هالحالي لنجسر وعارف أنه الدخان هو باقي هو السبب وما بيحب يحتفين يابدي واقف تدخيني أو ما بدي أسكت على هالحالي مظبوط للأسف يعني للأسف في مثل رفض لأنه أنا طبيعي وكل اللي بيدخنه أكتريتهم أقول لك أنا طبيعي بطلع البلغم طبيعي شوية بلغم الصباح حالي طبيعي هاللي هو مش طبيعي ولكن ما بيعرفوه هو أنه المنظمة العالمية للصحة بتتوقع أنه مع حلول عام 2030 الانسداد الرئوي المضمن رح يكون السبب الثالث الأكبر للوفيات حول العالم بالعالم والنقطة المهمة بالقصة أنه كل باقي الأمراض عم ينزلوا ليش عم ينزلوا هنا؟ صار فيه وعي أكتر بكتير عند العالم صار فيه حملات كتير نحن مش ناك عم نشتغل على المرض لأنه منعرف أنه هالمرض منه كتير معروف العالم ما بتعرفه ومش ناك عم نعم الحملات تنوع العالم أنه فيه مرض هيك اسمه والأهم هو سببه ما هو سبب فيه وحد يبغيه هذه القصة هل فيه أنواع من الانسداد الرئوي المضمن؟ أنواع يعني فيه فيه ناس بتضيق أكتر من نفسه فيه ناس بتضيق أكتر من السهال والبلرام بس أنه هو مرض واحد بيتطور وللأسف هو التطور طبعه المزعج لأنه بيودي لضيق بالتنفس ولضعف بوظيفة الرئة يعني بيصير الأكسجين بالجسم عم بيضعف لأنه الرئة ما بتعد تأمن أكسجين كيفة بالجسم ولما بيصير يضعف الأكسجين بالجسم بيصير المريض يعني بين هنالين مهاك مهاك بمعنى أنه ما بعد يقدر يقوم بالإيشة البسيطة كل يوم يعني ما بعد يقدر يتحمم لحاله ما بعد يقدر يلبس يشلع يروع عشر له يعني بيصير فيه تأثير مباشر على حياة الاجتماعية طبع الشخص وعلى حياة العائلة كمان غير صحته أكيد برونكايتس، أمفيسيما هل هنه أنواع من الإنسيدات الرئوي؟ إذا بدك ههودي مثل يعني فصول من المرض يعني البرونكايتس هي الانفلاميشن اللي بتصير الالتهاب اللي بتصير بمجرى الهواء منسميه برونكايتس يعني هل فيه حالي بتسبق حالي يعني مع تطور المرض شي بيتطور لشي أو بيختلفوا عن بعض؟ أجمالاً بيصير فيه بالأول الاسم البرونكايتس يعني وجود البلغم والإفرازات هذا بتجي بالأول بعدين بيجي ديء التنفس هاللي هو تابع للأنفزيما اللي هو الأنفزيما بكينية عن هريان بالرئة إذا فينا نبسطها كتير يعني الرئة هالبالونات الهواء اللي بالرئة اللي هي كتير صغيرة وملايين البالونات بالرئة بتجير تفقع وتحتري وهذا الأنفزيما اللي هو بيعمل ديء بالتنفس بتتطور بسرعة أو ببطء هالحالي؟ بتفرق حسب الأشخاص بشكل عام فينا نقول بسنين يعني أكيد مش ما بتتطور بشهر وشهرين نعم، التشخيص كيف بيكون؟ التشخيص كتير دقيق لأنه العوارض ممكن تشبه حالات أخرى مزبوط، التشخيص، أهم شيء بالتشخيص اللي لازم يعرفوا العالم أنه لازم واحد يفكر بالمرض لأنه التشخيص هو هين، هو كينية عن تخطيط للنفس يعني نطلب من الشخص أنه يتنفس بمكانة مزبوط، اللي هو التخطيط للنفس بالعربي بيخلينا نعرف قدي وظيفة الرئة هادي شو، مكنة بس بننفخ فيها؟ مزبوط، مثل طيب، مثل واحد بيغتص تحت الماء، بحب طيب بتأيس قوة الرئة على التنفس؟ خلينا نقول بتأيس كمية الهواء اللي بتفوته وبتضهر وبأي سرعة، نحن نعرف قديها الرئة عم فيها تسترعب الهواء قديها الرئة عم فيها تفضل الهواء وهالشي بخلينا نعرف قدي المرض متطور عند الشخص مزبوط الصحيحة دكتور أنه في حالات من الإنسيداد الرئوي فخصات مخبرية مثل الأكس ري والسيتي سكان، أقوات بتطلع طبيعية؟ مش أوقات، عادة بتطلع طبيعية يعني ما بتزهر؟ لا، هذا المرض ما بيزهر، غير ما يكون كثير كثير متقدم ونحن عادة لما بنعمل الأكس ري أو سيتي سكان بنعمل تنفتش على شيء تاني جاية زيادة على الإنسيداد الرئوي أشاريك لما بنسأل المدخنين وهيدي بدافوا عن حالهم بقدموها كمبرر إنه الأكس ري كثير منيحة طلع الطبيعية ما في شيء هذه مشكلة مضبوطة، الأكس ري ما بتدل على شيء بالنسبة له المرض الأكس ري مهمة كثير للسرطان، الرئة، وهو كمان تابع للدخان وبما أنه الناس اللي معهم إنسيداد رئوي يعني روييهم إذا بدك متل متعرضين للدخان أكتر بكتير عندهم احتمال أكتر يكون معهم سرطان، ومش هناك كثير مهم أنه نعمل صور للأشخاص البدخن، نقدر نلاقي هالمرض إذا في شيء أمراض سرطانية أو أين نعمل للأورام الأسباب لنا السبب الرئيسي هو التدخين، بس فيك تشرح لنا دكتور خياط التدخين، شو بيعمل بالرئة حتى يصير فيها الحالة؟ بيعمل شغل تان، أول شغلة بيزعج الرشاء التنفس لما الرشاء التنفس بيزعج، مثل واحد يدق على الوطر، بيصير يفرز زيادة هذه الشغلة طبيعية أولاً، وتانياً بيطبق، بيسكر راح حاله هذا أول إذا بدك فعل للدخان، ثاني فعل الدخان والمواد بالدخان تعرف بركي أنه فيه فوق أربع تلاف مواد مادة بالدخنة المزبوط، هالمواد هيدا بيهر الرئة، وهذا الشيء اللي يسبب الأنفيزيما يعني هالرئة اللي هي كثير ناعمة جوها، هالبالونات كثير ناعمين بيفقها يعني هيدا درر دكتور خياط لا لجوع منه؟ مزبوط، الدرر مزبوط، ومشان هيك كثير مهم تتوقع هالأمراض لأنه علاجها، على أكيد علاجها مهم لأنه بيمنع تطور زيادة بس علاجها مش هيرجع المرض لورا، للأسف للأسف، غير التدخين هل فيه أسباب أخرى؟ فيه التدخين غير مباشر، يعني فيه الناس اللي ما بتدخن معظمنا عم تعرض له باللبناء مزبوط، وفيه هلأ تعرض أكثر شيء بالمعامل إذا فيه دخان بشكل غير اعتيادة إذا ما فيه وقاية معينة بالنسبة للعمال اللي عم بيشتر له بيتعرض له هالأشياء وفيه التلوث إذا كان كثير مهم السيارات وهالأشياء كلها هالأي هي أكيد كمان لازم ينشغل عليها ويعني كمان بتدشرل بلبنان بس خلا نقول إنه هايدي الشغلة مش عالمريض، هو شو بيقدر يعمل يعني؟ هو مأخوض به القصة، بيقدر يعني المريض هو إنه يشتغل عتوقي في الدخانة الساكن هان سموك، قدي بشكل خطر على الأشخاص اللي ما بدخنوا؟ بشكل خطر، هلأ قدي بالنسب كتير صعب واحد يقول هون عم أسألك من باب التوعية، تيقتنعوا إنه عن جد هو بشكل خطر كبير إنه الدخان الغير مباشر يعني السايد سموك، هو بيأثر وبيعطي أمراض مش بس إنسيدات رئيوة كل الباقي العلاج كتير مهم ولكن ضروري نسكر إنه ما منقدر نتخلص كليا من هالحالي يعني إلنا الدرر اللي بيصير ما بيتعوض، ما بيتصلى مظبوط، الآن الدرر اللي بيصير إذا كان بحدود معينة ممكن توقيف الدخان يخلي الشخص يرجع لوضع شبه طبيعي شبه سليم هلأ أكيد في حسب مرحلة المرض في مساعدة لهالشي بإدوية أكترية الإدوية اللي بتتعطى بتنعطى بتنعطى بشكل بخ يعني إدوية السبري البخ والتم مظبوط، تصصات يا أما بخار وهالإدوية هذه فعاليتها كتير عالية لأنه بتروحها بشكل مباشر عمجرى الهواء وردات فعالة قليلة لأنه ما تمرق بشكل كتير كتير قليلة على الجسر ولكن دكتر خياط هالإدوية هي السمتماتيك تريتمين يعني بس بتعالج العوارض مظبوط، بتعالج العوارض وبتساعد أنه يخف وطئة المرض في حال توقف الدخان إذا ما توقف الدخان، المرض بكث يتطور نفس الشيء إن كان مع الدواء أو بلد يعني الخطوة الأولى لازم تكون توقف عن التدخين مظبوط، وعن تعرض عن كل الإشياء اللي بت... أديها الشيء عم بيصير فعلياً؟ صراحة أنا فيني أقول أنه صار فيه وعي أكتر أكيد مش متل ما كنا منحب بس صرنا عام نشوف أكتر أشخاص بتطلب أنه لازم توقف وتبدأ توقف وبتطلب مساعدة، وهذه نقطة كثير مهمة مش لازم اللي بدخن يعتبر حاله هو مزنب هو مرض، الدخان مرض يعتبر حاله مريض، والمرض هو التدخين والمرض بده معالجة، يعني حتى اللي بدخن توقف الدخان ما لا طعمه، أنا خلاص، أنا رح أوقف بكرة، بده يطلب مساعدة إذا المساعدة كانت تقليلة، منيح كثير منيح، بس ممكن يهوز مساعدة أكتر بالأدوية، بعلاجات معينة، تقدر يوقف استشارة نفسية كمان ممكن تساعد؟ هو إجمالاً بتكون داخل الاستشارة النفسية بالبرنامج توقيف الدخان أكيد في استشارة نصفية، في استشارة ترجية هل لعنا برامج رسمية بلبنان لا تساعد المدخنين للتوقف؟ في عدة مراكز، لازم تكون ضمن الخطة؟ هلأ بالدولة ما يظن في مراكز، بس في مراكز جامعية، يعني عندها مراكز مكفح الدخان وفي حكمة، بلشوا يشترلوا بالقصة، يعني بشكل، خلينا نقول، سابق أكثر من أبداً فعال، خلينا نحكي، نرجع شوي للأدوية، البخخات هني بضمنوا الستيرويد؟ الستيرويد، يعني الكورتزون، فعاليته قليلة بالإنسيداد الرئوي يعني دوره بالإنسيداد الرئوي نسبياً محدود، له دور بس محدود ومهم هذا نقول لأن الكورتزون كثير مهم بعلاج الربو، هلذي هو مرض بيعطي نفس العوارد بالإنسيداد الرئوي، بس هو أساس العلاج بالربو، بينما بالإنسيداد الرئوي الكورتزون بيجي بمرحلة تانية له أهمية بس مش وهلأ فيه خوف من الكورتزون بركي سؤالك لها القصة الكورتزون لما بينعطى بشكل بخ تصصات وهيك ردات فعله أو على المدى الطويل كمان لا فيه مشكلة لأنه بطريقة البخ ما فيه دخول للدواء بشكل مهم بالجسم يعني مش مثل إذا أخدنا حبوب لا أكيد مش أبدا مثل كأن أخدنا حبوب الأكسجن ثيرابي كيف ممكن تساعد بتساعد لما بيصال الواحد للأسف هون بالحالة المتطورة لما بيصير فيه وظيفة رأيها صارت ضعيفة وما بقى عم بتأمن الأكسجن بشكل كيفي ساعة المجبور المريدي تساعد بأكسجن تيقدر يأمن جسمه يأمن أكسجن لجسمه وقالها بيصير على مشاكل بالقلب بيصير على مشاكل بالدماء وبكل الجسم بشكل عام أماتة بتلجأوا للجراحة دكتور خيات؟ الجراحة مناش هل هي خيار؟ هي خيار بحالات كتير كتير دقيقة وكتير قليلة اللي هي بالحالات اللي فيه في كيس هوا كتير كبيرة جراحة عم نحكي زرع؟ قبل الزرع فيه جراحة استقصال بتشيل الكيس الهوا اللي بتكون بالرئة إذا كانوا هالكيس كتير كبار وعم بيدغطوا على مناطق من الرئة اللي هي بعدها منيحة الزرع الرئة بشكل عام بالانسداد الرئوي للأسف قليل لأنه عادة المريض لما يصل لوضع بده زرع الرئة بيكون صار عمره شوي متقدم وبصير مشاكل الزرع أكتر من مضعفات ممكن تكون هلا أكيد الزرع ممكن يكون حال بس بحالات قليلة بهالمرض للأسف ضروري نحكي عن الوقاية من هالمرض دكتور خياطو هيدا سبب وجودنا الرئيسي اليوم يعني الوقاية كمار يفيدنا نكرر لازم يتوقف عن التدخين بس أنا بظن الوقاية إذا بدنا نفكر أعلى شوي من قصة توقيف الدخان هي الوعي يعني العالم الوعي على نتيج في مرض هيك اسمه مش عم نخترع وهالمرض يعني ردات فعله ومضعفاته كتير مزعجة بالحياة أكتر بكتير من أمراض مميتة بشكل مباشر الواحد بيموت يا بيموت يا بيعيش بس هون مرض عم بيعيش الواحد حياته بعذاب بضعف بضعف اجتماعي بضعف بكل معنى الكلمة وهذا الشي أنه لازم يتقبلوا العالم ساعتها يلجأوا لأنه يوقفوا الدخان لأنها بتقول لعنى وقف الدخان إذا مش مقتناعي الشخص أنه هالدخان عم بضروا نعم في مداخنين كتار بيقولوا أنه معي كتير وقت هالأمراض ما بتصير إلا عند المتقدمين بالسن شو بتقلهم دكتور خياطي؟ ما هي بتصير عن المتقدمين بالسن لأنه صار في وقت وهالدخان عمل مزلوط تقسيره مع الوقت ولما وصلنا للوقت بين المرض يعني صار يعني يا فاة الأوان يا صرنا فعاليتنا بتقلي كتير طبياً نقدر نساعد هالمراض دكتور جورج خياط شكراً لوجودك معنا شكراً لهالمعلومات القيمة بتأمل هيك نخليهم بالقليل يفكروا يغيروا نمط حياتهم أهلا وسهلا فيك مرسي نادين هاي كيفك اليوم؟ نيحة كيفك انت؟ اشتاقتلك؟ وأنا كمان صاري زمين مشخصيك عنا اشياء جديدة بكتاب؟ نعم عنا زميلنا قطوان ساعد عمل كتاب سياسي اجتماعي طبعاً زميلنا قطوان ساعد كتار منكم تعرفوا بيعرفوه وبشوفوه على شاشة الام تيفي هلأ بعد شوية رح نتناقش نحن وياه بكتاب والكتير مهم هو دايتنا بستوديو؟ أكيد منرحب في لك وكلنا سمع للك اشتركوا في القناة